السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام وصلنا اليوم إلى الحلقة العاشرة من سلسلة أمراض اجتماعية ومع ضيفنا الأستاذ محمد عبد العزيز المهتم بإدارة المعرفة للأشخاص في الحلقة السابقة حقيقة توسع ضيفنا في موضوع أمراض العلاقات الإنسانية في موضوع المجال التداولي واختلافه بين الجانب الاجتماعي والاقتصادي والقضائي والسياسي والحلقة جدا كانت شيقة وثرية وحقيقة أدعوكم للاستماع لها واليوم نكمل بقية أمراض العلاقات الإنسانية العامة معنا مرضين هما مرض العلاقات المسمومة ومبررات استمرارها والمرض الثاني المصلحة النفسية جزء من الصداقة ربما تبدو هذه العناوية مبهمة ولكن يفصل لنا الأستاذ بإذن الله ولكن بداية نرحب به حياك الله أستاذ محمد نورتنا وشرف يا مرحبا فيه حياك الله طيب إذن إذا تبدأ معنا في شرح هذه المفاهيم كذا كذا تفصلها ما المقصود بمرض العلاقات المسمومة بطبيعة الحال الإنسان منذ الولادة وتتكون هناك معها علاقات متعددة بداية بالعلاقة مع الأم والعلاقة مع الأب والعلاقة مع الأطوان ثم تبدأ العلاقات مع الزملاء في المدارس وشكل العلاقات ونواع العلاقات كثيرة جدا هناك نوع معين من أنواع العلاقات تكون علاقة مسمومة بمعنى أن هناك طرف مستخيل وطرف يعني مستغل أو خلينا نقول متبرر من هذه العلاقة بشكل واعي أو غير واعي وهذا العلاقة المسمومة تأخذ عدة أشكال هناك أمراض نفسية متعددة مثل النفسية هناك فطب أمراض بعضها عقلية وبعضها نفسية يعاني أصحابها من مشاكل متعددة وينعكس ذلك على العلاقات مع الآخر جزء من هذه العلاقات أيضا يطلق عليه العلاقة المسمومة بمعنى أن هناك شخص يعلم أن الشخص الذي أمامه يستجدي عاطفيا بمعنى أنه يحتاج إلى العاطفة بشكل دولي فيبدأ لا يعطيه هذه العاطفة إلا بعد نوع من أنواع الابتزاز في العلاقات ربما يكون هذا الابتزاز مادي أو الابتزاز بالمجهود يجعله يقع على شامعين ثم يعطيه هذه العاطفة وإلى آخر فبالتالي هذه العلاقات المسمومة منتشرة بشكل واسع جدا ويغيب الوعي تماما عن فئة كبيرة من المجتمع عن مثل هذه العلاقة لكن إحنا رح نحاول أن نجيب بعض العلامات والإشارات وبعض الأمثلة على مثل هذه العلاقات طيب أستاذ محمد لو تفهمنا أكثر فكرة العلاقات المسمومة يعني هو صديقي بالغصب مثلا وما قادر أني أنا أترك حياء أو ضغط اجتماعي ما فهمت الفكرة زينس العلاقات المسمومة هي بين طرفين في طرف الأطراف يحتاج إلى أشياء معينة احتياجات نفسية احتياجات مادية احتياجات عقلية معينة فيستغل هذا الاحتياج الطرف التالي ولا يعطيه ما يحتاج إلا مع نفس سموم معينة بمعنى أنه يبتز نعم الاتذاج استعمال يعني خلينا نعطي المثال سريع مثلا شخص متزوج من امرأة عاطفية جدا طب في طبيعة الحال أغلب النساء عاطفية ولكن بعض النساء أكثر من غيرهم عندهم نوع من العاطفة الجيدة فلا يقول لها الكلمة الجميلة ولا يعاملها بتعامل جيد ولا يقبلها في يدها أو على الجباتها أو كذا إلى آخره إلا بعد أن تقوم بواجبات معينة هي ليست واجبة أو بأعمال معينة هو يبين لها ويحاول أن يخدعها أنها واجبة عليه مثلا القيام بخدمة والدته القيام بعمل المساج اليومي له القيام بالتعامل معاه كونه هو مدير شركة وليس زوج هو يصول لها ويزرع فيها ويحاول أن يبين أن هذه الأعمال هي واجبة عليه فتخضع الزوجة لذلك ليس لأنها سعيدة بذلك ولكن لتلبية احتياجها الذي يأتي بعد هذه الأعمال فإن توقفت عن هذه الأعمال التي لا تكون فيها أغلب النساء هو يتوقف عن تلبية احتياجاتها النفسي فهذه تعتبر علاقة مسمومة زوجيا نعم واضح واضح لكن ما الحل أنت الآن؟ هل ربما أنت تحتاج أن تغلب المصلحة العامة مصلحة البيت الزوجية عن مصلحة الخاصة سننتقل إلى الحل لكن الآن نريد أن نقين للمشاهد أنواع هذه العلاقات لأن كثير من الأشخاص لا يعرف أن هناك علاقات تحت هذا المسمى بصفة عامة يعني مثلاً إذا كان هناك شخص ذميم الخلقة خلق هكذا مثل التطيئة مثلاً التطيئة تمام وكان لديه مدير في العمل متنمم المدير بنفسه متنمم فالمدير يلعبها لعبة مسمومة يعطيه أعمال فوق طاقته أوبرتايم غير محاسب عليه فإذا رفض يبدأ في ممارسة التنمم نعم وضحت وضحت الفكرة الآن المصطلح الشائع الآن التنمم وبالتالي ربما أسهل للجمهور استيعابة هي العلاقة المسمومة نعم وهذا شيء شائع للأسف الآن نفس الشيء هذا موجود في المدارس في مثلاً قضايا التحرر إنك الآن أو أي شخص مثلاً طالب ضعيف البن فإما إنه يرد على مجموعة ثلاثة وأربعة من البلطجية أو من الذين لديهم نوع من مدة اليد والتجاوز وإلى كريت فيقومون بضربه وأهانته أمام جميع المدرسة بعد الانصراف من المدرسة لأنه في الشارع هناك القيود أربعة من المدرسة وإلا يسكت ويتقبل فكرة التحررش به فهو بين ناري هذه علاقة مسمومة الذي يجعل المتحرش يسكت على التحرر هو شيء أكبر وهو إهانته أمام جمع أكبر لكن التحرر يتم في زاوية ضيطة في مكان معين في وقت الإبطار في وقت الصباح وكذا ليش؟ لأنه أصلاً المتحررش وليس المتحرش به هو يخاط من المجتمع من هذا الفعل فهذه علاقات مسمومة لها أشكال متعددة وكثيرة جداً لن نتطرق إلى الأشكال ولكن نتطرق إلى رفع الوعي به جميل هذا ما يخف يعني للأسف الأمثلة التي ذكرتها هي ربما تكون من أقرب الناس لك ليس مثلاً ناس معتدين ابتزاز بعيد عن طريق شركة وبالتالي أنت ستكتشف خداعها أو هكذا لا ربما يكون هذا أخ أو مثل ما تقلت أنت زميل في العمل أو صديقك فهنا تكون العقدة أكبر بل إن العلاقات أو التحرش الأقارب وهناك دراسات كثيرة عليه للأسف موجودة تمام من العم مع البنت مع بنت أخيه من الخال مع كذا وإن يكون تحرش خفي وليس تحرش ظاهر لأنه يخاف من المجتمع تمام ولكن يظهر في جلسة معينة بجانبها في تصرف معين في قبلة معينة إلى آخره من بعض التصرفات الخفيفة وهذا تمام أيضا يكون فيه نوع من السمين بمعنى أنه صليط اللسان يسمع له إذا إذا كلم هذا العم الأب كلام معين سيتم التضييق على البنت في الخروج مع الصحبات تضييق مع الابن في الرجوع للبيت مبكرا أو متأكرا وهكذا من هذه الإشكاليات الضخمة التي لا يتحدث عنها في الغالب لكونها مخرجة ولكن نحن هنا في هذا نحاول أن نرفع وعي الأشخاص بأن هذه العلاقة غير سوية وأن أي علاقة لا يكون فيها نوع من المساواة بين الفائدة أو نوع من المساواة في الفائدة بين الأطراب في علاقة مسمومة يعني أول علامة من علامات العلاقة المسمومة أنه يكون هناك طرق مستفيد بشكل كبير وطرق مستفيد بشكل بسيط هذه أدنى إشارة الإشارة الإشارة الأخرى في العلاقات المسمومة أن الأطراب لا يريدون لأحد الاطلاع على تفاصيل العلاقة باستثناء العلاقة الزوجية كونها علاقة فيها نوع من المساواة بمعنى إذا كان هناك علاقة بين أه كبير وأه صغير وهذه العلاقة مخفية عن الأسرة هذه علامة على أن هناك يمكن أن يكون العلاقة مسمومة يمكن أن تكون هذه العلاقة مسمومة لأن سبب الخفاء هو خوف أحد الأطراف من ظهور سواء كان من يلقي السم أو من يتلقى السم واضح أيضا من علامات العلاقة المسمومة أن الشخص أن أحد الأطراف يحاول أن يعزل الطرف الآخر عن العلاقات الاجتماعية وهذا يمارسها الأشخاص النرجسيين لا يريد له أن يتعامل مع غيره حتى لا يجد حسن علاقة أخرى تجعله يكشف سوء العلاقة الحالية هناك أزواج نرجسيين هناك آباء نرجسيين هناك أمهات نرجسيين يذهب إلى غيره فبالتالي يحدث عن ما يقري بينهم فهو بالتالي يتعمد أن يعزله بحيث لا يعني يكتم الأسرار حتى أنت فترت هذا بعيد لكن الأقرب أنه يتعامل معه بطريقة طبيعية فيشعر أن الطرف الآخر يتعامل معه بطريقة غير طبيعية لأن العقل يقارب العقل بطبيعته يقارب بين العلاقات بدون مجهود كبير من الشخص نرجسي فإذا تعامل هذا الشخص مثلا لو هناك مثلا زوج نرجسي مع امرأة يتعامل معها مدى الحياة بطريقة فيها نوع من السمين فعندما تتعامل الامرأة مع أخوها أو خالها أو عمها أو والدها بطريقة طبيعية تشعر بسوء تعامل زوجها معها وهو يريد أن يبني الحصون والأسوار بينها وبين جميع البشر ويستفرد بها نعم و صح مثل هذه العلاقات يكون الشخص الذي يتنفى السمعة والضحية يكون يعني غالبا التقصية المسمومة تلدي رغبات بشكل مبالغ فيه أيضا وهذه إشارة أخرى بشكل مبالغ فيه للشخص الذي تلقي عليه السمومة ليش لكي يكون وقود لكي يصبر على هذه السمومة يعني نجد النبو علاقة فيها أمر غير طبيعي علاقة فيها أمر غير طبيعي يظهر في عدة مظهورات ذكرنا بعضها الآن يعني أتوقع أنه ذكرنا أمثلة كافية نوعا ما ننتقل إلى مسألة ما هو الحل نعم هنا عندما نتحدث عن ما هو الحل هل الشخص كيف ينقذ نفسه أو كتربويين أو كأب يلاحظ بين إخوانه أو المدرسة هنا عدد سندخل فيه عدة جوان حتى فيماسس القانونية في العمل كيف يحل المدير المشكلة بين الموظفين فالقانب جدا واسع الزاوية المهمة عندنا هو الشخص الذي يتلقى السم هو الشخص الضحي سنأتي بالحلول من جهة الشخص الذي يتلقى هذه العلاقات السيئة أول نقطة الوعي بها الوعي بالمشكل ثم الاعتراف بالمشكل أول شيء هو يحاول أنه يقرأ العلاقات المسمومة فإذا وجد ما يتشابه مع ما يقوم به معه هذا الطرق يبدأ يحدد أن هذه هي المشكلة ثم التواف مع مختص للتأكل من التشخيص حتى لا يتم العلاج التشخيص خاطئ يعني بعد ذلك فيقوم المختص بالتشخيص ولكن المختص لن يعالج الموضوع المختص أقصى ما يمكن أن يقوم به هو التوجيه والإرشاد إلى استراتيجيات معينة للتعامل مع هذن العلاقة فمن العلاقات ما يحتاج إلى المواجهة ومن العلاقات ما يحتاج إلى المسايسة ومن العلاقات ما يحتاج إلى تحييد العلاقة فالحلول ليست واحدة يعني مثلا زوجة لديها زوج نجس ولديها خمسة من الأبناء وجميعهم بناك وفي سن خطيف في سن عشرة إلى خمسة عشر أو ثمنتعشر سنة هذه يجب أن تتعامل مع الموضوع بشكل يعني حدث لأن هناك مستقبل خمسة من البنات سيكون في خطر في حال تفقك الأسر ربما أنها لم تعي ذلك إلا متأخرا بعد أكثر من عشرين سنة زواج فهذه حالة التعامل معها يختلف عن حالة رجل وإمرأة تزوجوا من سنة أو سنة ونصف واكتشفت المرأة الواعية من الجيل الجديد أن زوجها كذلك فالفرق بين كان نفس المرأة مثلا النرجسي أو السيكوباكي أو ثناء القطب أو شخص مثلا لديه داء العظمة أو إلى آخره من الأمراض المتعددة شخص لديه نوع من السادية هذه السادية هو انحراب جنسي لكن أحيانا يتحول إلى انحراب نفسي تمام يحاول أن يهيل ويسعد بإهانة الأطراف الذين يحيطون به وهكذا فمثل هذه الأشياء موجودة وحاضرة السكوت عنها يضر بالشخص الضحي أما التكلم فيها ونشرها ويعني لوش أي شخص مثلا الآن كتب العلاقات المسمومة في اليوتيوب في جوجل في الذكالي سيجد محتوى ضخم جدا يستطيع أن يقيس العلاقات التي تحيط به هل فيها من هذا الشيء أو لا طبعا هنا ملاحبة بسيطة أنه جميع الأمور المذكورة في العلاقات في العلاقات المسمومة هي موجودة في العلاقات الطبيعية ولكن بنسبة ضئيلة جدا بمعنى أن الإنسان الذي لديه نوع من المبالغة يجب أن يحذر من ذلك لا ينظر إلى العلاقات كونها جميعها مسمومة فكرة الاستغلال أو فكرة الترصد أو فكرة الاستجداء العاطفي والمقابل لها هذه موجودة في العلاقات الطبيعية ولكنها تكون متزنة وطبيعية وأحيانا في الحرب فالانحراف المصيف هذا لا يسمى علاقة مسمومة هذه الطبيعة والعلاقات الطبيعية أنها ليست متزنة وليست على شكل واحد ونمط واحد مدى الحياة يجب البشر غير كاملين البشر تخرج منه الأخطاء العصبية النرقسية لكن عندما يكون شيء يعني معظم تصرفات الإنسان بهذه الطريقة ومعظم كلمات فهنا تتحول إلى حالة نقدر نقول حالة مرضية وهنا ينتبه الإنسان لها جميل لكن أنا أيضا وأنت ألقيت أيضا الموضوع على الشخص نفسه أنك أنت كضحية أنت المسؤول الأول والأخير على تنخليص نفسك ليس حتى المعالج لن يستطيع أن يعالجه وهنا نرجع إلى الإشكالية التي تتكرر جائما رغم وانا طرفتها عليك حتى في حلقات سابقة ماذا لو كان هذا الضحية غاربا يكون شخص ضعيف لأن الشخص القوي لا ينطلع عليه هذه الألعاب في الله هذا سيكون طفل سيكون شخص كبر وبشخصية ضعيفة مرأة تشعر بالوحدة بنفسها فلن تصل أصلا إلى فكرة التواصل مع مختص أو تتحمل هي فأين جوانب المؤسسة المؤسسات التعليم يعني أعتقد يعني جبل القانب الخاطئ على الشخص نفسه هنا أيضا فيه موضوع شوي صعب نحن طبعا في الحلقات الأولى لو تذكر وأيضا في سلسلة إدراس الذات إن شاء الله اللي يطلع على هذه السلسلة يرجع لها لأنها مترابطة ذكرنا مسألة مهمة وغاية الأهمية وهي تحضر معنا في كامل هذه السلسلة وفي كثير من مواضيع الحياة بل تكاد تكون تحضر في كل موقف الحياة يولد الطفل وهذه استشهادنا استشهد فيه وهو يعني ينظر له أحيانا أنه بعيد وبعيد الأثر ولكن أنا أنظر له من باب أنه البداية والبدايات دائما تحجل التوجهات البشرية إذا إذا كانت الأم تساعد ابنها في اضطق التدي فهي تحكم عليه بالشخصية الضعية من الأول يوم يجب أن يسعى الطفل بفمه أن يلتقط التدي لأن مسألة وهذه المسألة التي أحب أذكرها وذكرتها في إدراك الذات وذكرتها في أول حلقتين تقريبا من هذه السلسلة أن الشخص يجب أن يكون مسؤولا يجب أن يكون لديه تصور أنه مسؤول عن أفعال سواء كان شخصية ضعيفة شخصية قوية شخصية تعرض للتحرش أو تعرض حتى تعرض لإقتصاب حتى وهو صغير هذا كل لا يمنع كونه ينظر لنفسه كونه شخص مسؤول الدين يتعامل مع الأشخاص يضع هذا المنطق الواقع كدول لما يكون فيه مشكلة في الشرطة يجيو يحاسب الشخص يحاسب كونه مسؤول أنت الآن إذا استخرجت بطاقة بنك وحولت لشخص مشبوه في دولة أخرى أنت تحاسب فلا الدولة ولا الدين ولا الأسرة تسمح لك أن تتعامل كونك شخص غير مسؤول واقعيا وسريا دوليا دينيا محليا هذا شيء واقع حقيقي لا نستطيع إنكاره رغم ما يعتلي الشخصيات الأغلب من عدم المسؤولية وعدم الاتقلاف للأفعال فكرة أنه نقول طبعا كلامك صحيح 100% أن الحل ليس مسؤولا عنه فقط الشخص ولكن إذا ذهبنا إلى مثلا مسألة المؤسسات أو مسألة التعليم أو مسألة كما نذكرنا سابقا أنه ما نتطلق لجميع المشكلات يعني مثلا لو نتطلق في الأمراض التعليمية راح نتطلق إلى مثل هذا المرض ولكن هذا مرض يعتبر الثاني والجم الأمراض اللي ذكرناه الرئيسي واضح فالصحيح كلامك 100% صحيح وفكرة الشبكة الذي اعتمدناه في بداية السلسلة أن المشكلة الواحدة لديها مجموعة من الأسباب لكن الآن نحن نحاول أن نقول ما هو الواجب على الفرق أن يقوم به تجاه هذا الشخص طيب أنت ذكرت حالة وهي حالة يعني بكل صراحة وبكل وضوء هي الحالة الغالبة أن الشخص لا يستطيع أن يعالج الأرض طيب ما الحل في مثل هذا الحل في مثل هذا هو الاستغناء هو الانقطاع هو الانسحاب هو الاتعاد في حالك كان الشخص أضعف لأن يقاود أو أن يعدل أو أن يواجه أو أو إلى آخره فليس أمامه إلا الانسحاب يعني الآن خلينا أن نكون نوعا ما نبتعد عن العاطف ونتحدث بالمنطق الآن لدينا علاقة مسمومة ليس ما مناس هو الانسحاب أو المعالجة أو المواجهة إما أن نكون لدينا علاقة قوية جدا مع الطرف الذي ينفذ سمومه فنحاول أن نعالجه وهذا أرقى النماد وأفضلها سواء بوعي المريض أو بدون وعي ثم المرحلة الأخرى من المعزة والحب بالمواجه نحن لا نستطيع علاجه وليس لدينا القدرة وليس لدينا المعرفة وليس لدينا الخبرة فنقوم بمواجهته قبل أن نلجأ للانسحاب أما أسوأ الحلول هو الانسحاب المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف ولكن هناك نقطة تطررت لها وتحتاج إلى عادة نظر فكرة أن لا يتعرض لمثل هذا إلا غير دقيقة هذه العبارة ولكن لا يتعرض لمثل هذا إلا الجهال هناك أشخاص أقوياء جدا ولكن يجهل هذا فيتعرض لمثل ذلك القوي يهابه الناس أو ربما يستطيع أن يدافع عن نفسه يعني سيرد الصاع صاعين بينما المشكلة في الضعيف والصغير لا يعرف هذا ولا لا يتصور أن الشخص الآخر يفعل معه هذا الفعل أصلا وهو بعيد يعني مثلا هناك أشخاص أقوياء ليس لديهم ثقافة مرتفعة في جانب العلاقات ربما يكون مفكر ربما يكون متفلسف ربما يكون مهندس ربما يكون دكتور في الجامعة ولكن مجاله فيزيق مجاله رياضي مجاله فلسط مجاله مثلا أهندسة روبارتار لكنه في جانب العلاقات هو ضعيف في جانب العلاقات لكنه شخص قوي شخص لديه كاريزم شخص لديه منصف ربما يكون أمير ربما يكون وزير هي غير متدطة بالقوة والضعف متدطة بالجهل والمعرق جميل فعلا هذا المرض يخزو المتحدثة لماذا؟ لكن الآن سنحاول أن ندخل على المشاكل الفردية التي انتهينا منها وناك سريعا لأجل كيف أصبح أصلا هذا الشخص مسموذ هذا الشخص أصبح مسموذ توارث هذه ابننا أمنا الجسية وبيتنا الجسية ففي توارث في العملية دائما الشخص المريض يولد أشخاص مربع هذا باب الباب الآخر أن تعامل الأهل بطريقة خاطئة تربويا تنتج أيضا أشخاص لديهم الحرافات وأمراض فإما أن يكون توارث بمعنى أن المرض موجود في سلسلة العائلة وإما أن يكون سوء معامل من ضرب من عزال من تعامل سيء من إهانات من من تصنع شخصية بتراكم معين طبعا تراكم إما أنه أنا أتطرق لي لأنه هذا يختص فيه علم النفس الاجتماعي وكيف ينمو تنمو مثل هذه الأشياء بالمواقف بشكل تراكم زمني وهناك نظريات كثيرة تحاول أن نفسر مثل هذا ولكن هذا موضوع طويل جدا ولكن نحن حاول نتطرق إلى بوابة الأشخاص المسمومين كيف أصبح المسمومين يعني مثلا الشخص المتكبر غالبا يتم إهانته بشكل مبالغ من قبل الأسرة في الصغر وهذا أمر بسيط نستطيع تحليله وضرب أمثلة عليه بسيط الشخص المتكبر على الآخرين جائما يحاول أن يظهر بمظهر أنني أفضل من الآخرين بمناسبة ودون مناسبة يعني أحيانا يكون في حوار بسيط بين زملاء في العمل فواحد من الزملاء يقول كلام يعني يطالع في الزملاء يستغربوا منه ما هي مناسبة هذا الكلام هم لا يعلمون أن مناسبة هذا الكلام هو كمية الظلم وكمية الإحانة التي عانى منها هذا الطفل تمام بوقت ساعة جميل جميل طيب أستاذ أحنا نريد لملم الموضوع أنت ذكرت الآن مظاهر الموضوع وذكرت طرق حل وعطيتنا كذا نبذة فإذا كلمة نفائية بحيث ندخل أيضا إلى المرض الآخر يجب أن يرد الجميع في علاقاته التي تلبي احتياجاته من نفسه وينظر في هذه العلاقات هل فيها إشارات ودلالات من العلاقات المسمومة والإشارات التي ذكرتها وأيضا التي سيسمع لها إذا حبا يتوسع في الفضاء الالكترون فدائما لا يوجد علاقة مسمومة إلا فيها تلبية احتياجات نفسية لأنها هي الوقود التي تجعل الضحية تستمر في الصبر على السمو نعم جميل 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 استاذي طيب إذا ندخل الآن إلى المرض الأخير من مرض العلاقات الإنسانية والذي كتبته هنا أنت المصلحة النفسية جزء من الصداقة إذا تشرح لنا الفكرة السمو لقد نتدكر سابقا موضوع النفسية وقلنا لما نقول كلمة نفسية نذكر بها أو نقصد بها العلاقات المتداخلة بين الأنظمة الأربعة ونذكر فيها سريعا الروحية النظام الروحي والنظام العقلي والنظام القيمي والنظام المادي فالتداخل بين هذا الأنظمة هي أشياء معينة يسمى نفسي يسمى أمر نفسي واضح فمثلا خلل في وظيفة عقلية في الدماغ نحن لا نمسك بالدماغ لا نمسك بالعقل نحن نمسك بالدماغ لما يكون في خلل في وظيفة في منطقة معينة في الدماغ فهذا النظام ما يجي يتداخل مع النظام العقلي فنسميه مرض نفسي يحتاج إلى عقاقير لمعالجته مثلا مثل اثناء الكتب مثلا أو الوسواس القهرة أو أو إلى آخر فهذا تداخل بين نظامين يؤدي إلى مرض نفسي ممتاز تقصد بكلمة التداخل هناك علاقات بين النظام المادي يعني مثلا أكثر مثلا مثلا لتداول في مثلا هذا الصلاة هي علاقة تؤديها بالجسد بالجسد المالي ولكنها تغذي الجانب أو النظام الروحي فهذه الصلاة تعتبر تدافل بين النظامين طبعاً الصلاة فيها تدافل بين مجموعة الأربعة كلها لكن نحن نتحدث عن النظامين فقط ممكن نقول أيضاً فيها نوع من التدبر العقلي فيها قيمة معينة لكن هذا تدافل إيجابي بالضبط بالضبط فيه تدافل إيجابي والسلبي وحياة يعني التداخل متنود تمام لكن نحن الآن نتكلم عن لما نيجي نقول المصلحة النفسية جزء من الصداقة فهو شرط محقق طيب لا يوجد علاقة بشرية إلا فيها مصلحة نفسية يعني لما نيجي شخص صوفي يتصادق مع شخص صوفي ليش الفكرة عندهم مصلحة روحية النظام أنهم يبتقوا روحي طيب لما نيجي شخصين يعشبوا الفلوس ويحبون المال حب الجنب يتشاركوا عشان فائدة مادية المال والمال يرجع إلى النظام المادي طيب لما نيجي شخصين يتحاولوا في الكتاب ويتناقشوا وطلاب علم ويحضروا الدروس ويتناقشوا ويشتغلوا في الشأن العام المصلحة نفسية لكنها عقلية أو عقلية قيمية وهكذا يظن أن فلان أو يظن أن فلان عم أو خال أو زوج أو زيت أو إلى خلق أنه يتعامل معه لشخصه دون أي اعتبارات رفع هذا إشكالية كبرى وهي منتشف هذا فكر شائع يذن الصداقة للمصلحة قلوك أنا ما مصلح أنا صادقة لذاتك يا سلام هذا هذا غير حقيقي وأكبر دليل على ذلك إذا سمعت قصص أكيد عدت عليك كثير من القصص أنه فيه صديقين لهم 30 سنة لما شخص معين تتغير سلوكيات ويترك هذا الصديق يبتعد عنه لماذا طيب إذا كنت حب الذاتي ما هي الذاتي عرف الذاتي تعال أنت تقول لي هذا إيش الذاتي اللي أنت صدقتوا عليها هي مصلحة نفسية مصلحة في قيم متشاركة في أفكار متشاركة في أشياء مادية متشاركة يعني مثلا أنا الشخص المدني يقيم علاقات غرش العيد ما روح يتصادق على عمام مازل يروح يتصادق على شخص مثله ليش مصلحة نفسية هو يأتي على البال المصلحة أنها المادية فرغم هي المصلحة المذمومة هي المادية بينما النفسية أكيد أن كل حد يبحث على الذي يتوافق معه طبيعة الحال لكن الآن في إجتالية أنت تقول أكيد أن نبحث عن ما يتوافق معه لكن في نقطة مهمة هل ينظر الناس على أن العلاقات مبنية على مثل هذا نحن نتحدث أن هذا مرض في العلاقات العامة يعني المرض معناه أنه خلل متراكم إيش هو الخلل متراكم تظن الزوجة أن الزوج يحب يعني يحبها ويعشقها لذاتها نحن في التربية نحاول أن نفصل ما بين الشخص وما بين سلوتيات الشخص وهذا صحيح من ناحية كربوي لكن من الناحية العملية العلاقات هي شيء عملي وليس نظري من الناحية العملية وهنا يأتي نقطة مهمة لنحن لا بد أن نفرق بين العمل والنظري لا بد أن نعرف أن العمل والنظري لا ينفصلان ولكنهما ليس شيئا واحد لمعنى أن منطق العمل ليس هو منطق النظري ومع ذلك المنطقين المختلفين مترابطة جميل جميل متأسر طيب أعطونا مظاهر هكذا من يتخذ الزوج أنه تحبه لذلك فيتغيله للأحسن أو للأسوأ ثم يتم الانفصاد لأنه ظن أن الزوجة تحبه لذاته وليس لمجموعة القيم من خوف الله والتفكير الجيد والتخطيط الجيد والراحة المالية لما تغيب الراحة المالية ويرطخل الشخص فيه إدمان مقدرات وتغيب مخافة الله يصبح الزوج غير جيد تصبح المرأة غير راغبة في الإكمال حتى وإن كان عندها مجموعة من الأبناء الزمالة في العمل أو في المدرسة أو في الجامعة نفس الفكرة يظن بعض الأشخاص أنه والله هذا المجنوع الشبابية إلى أن أموت سأكون معه ولكن لا يعلم هذا الشاب أنه بسبب راحته المادية وبسبب صرفه في المطاعم وفي سخريات على جملائه أنه السبب الوحيد في تحمل همية فإنه فإذا توقف الصرف المالي سيتم التوقف أن تعمل معه إذا كان المجتمع والأفراد واعين بالرابط النفسي بينهم في العلاقات سيكون هناك علاقات أعمق وأنجح وأدوم كيف تكون أعمق أعمق أنه أنا عارف أنه أبو داود يتعامل معايا لأسباب الخلانين وابو داود عارف أن أنا قاعد أتعامل معايا لأسباب الخلانين نعزز منها نبتعد عن النقاط الاختلاف نعمل في المشتركات نعمق العلاق إذا غابت عني وعنك ربما أن يكون مثلا الآن في تعامل معايا معرفيا إذا تعملت معايا مثلا ماديا أو اجتماعيا فتجدني شخص سيء هذا خطأ كبير لأنك أنت باني العلاقة ما هو على المصلحة النفسية شرط للعلاقة أنت باني العلاقة كون أنه أنت إنسان جديد وأنا إنسان جديد وهذا خطأ كبير هذا هو المرض هذا هو صلب المرض أو مضاير المرض هذا هو أنه العلاقات دائما التي يعني مثلا خلينا نأخذ من أشهر العلاقات الموجود مات الأب وترك تلك أو إذ يكتشف فجأة من الأخوان والأخوات أنهم أعداء فجأة وأن الجامع بينهم فقط الأمور الاجتماعية كونه هذا أم وهذا أب دعنا عن طريقه بس لم يجربوا بعض في الأمور المادية قط إلا حين توزيع التلك وإذ ونرى المحاكم والسنوات وأكل الحقوق وأكل مال اليتيم وإلى كله في المحاكم موجودة في العالم العرضي منتشرة مثل هذه القضية أيضا من القضايا المنتشرة كثيرة مسألة اختلاف الشرك لو الشركة الآن جلسوا مع بعض وقالوا إحنا متشارفين عشان المال إحنا متفقين في المال لا نفتح علاقات مع بعض لا زوج تتعرف زوج لا ابنك يعرف ابني لا نتعامل لا نستجل عيالنا في مدرسة واحدة إحنا متفقين في التالب المال نتشارك في المال نتعامل في المال يصير عندنا نوع من الفصل في العلاقات هو قريب من كلامك في موضوع المجال التداولي لكنه وينطرح نفس السؤال أيضا أن الإنسان في الأخير إنسان تلقائي إنسان تخترط مع العقل مع النفسية فأنا إذا شخص زملته صحيح كانت له نصلحة تقارية وهكذا مع الوقت سيتشكل بيني علاقة خاصة فأريد أن أقترب منه أتعرف عليه وصادقه أزوره لا مانع لا مانع مما ذكرت المانع أن تعمق العلاقة فيما تختلفون فيه بمعنى إذا حضرت في ذهنك وحضرت في ذهنك أن العلاقة التي بينكما أساسها اتفاق نفسك اتفاق في قيب اتفاق في أبكار اتفاق يعني مثلا الآن شخص صحي يأكل أكل معين لا يستطيع أن يصادق أشخاص يأكلوا الأكل المعتاد اللي غالبا هو غير صحي مليء بالزيوت والمهدرة جوية يعني يتم شراء منتجات لا نهاية لها من الهايبر أو السوبرمار لا يستطيع أن يتعايش معهم ممتاز طيب الآن مثل هذا الأمر لأنه واضح يبدأ تبدأ الحدية مباشرة تبدأ الحدية مباشرة يبدأ الصدام مباشرة لأن الأكل شيء نمط يوميا مرة أو اثنين أو ثلاثة لكن هناك أمور خفية يعني الآن تقول تزوره ويزورك زوره ما تزوره وتشوف مثلا أنه إنسان مبتل جاءت زوجته بلباس البيت وقدمت لك الطعام وإنت من مجتمع محافظ إذن هذا رقم واحد أنا مختلف معك اجتماعي لا أعمح العلاقة مثلا جيت لقيت أنه يدخن في المنزل وإنت أبناء يعني حتى البخور إذا جيت تبخر في البيت تبعجهم بسبب الضرر أعمل معه اجتماعيا وإنت شريكك لعشرين سنة إنت هو شركاء عشرين سنة هل أتوقف عن الشراكة بسبب أنه هو كذا لا هل أفتح معاه في العلاقة الاجتماعية وأتضرر لا لكن إذا غائب هذا المرض أو هذا الشيء غائب عنك لا تعرف أن المصلحة النفسية هي الأساس الذي يقف خلف هذه العلاقة ستقوم بمثل هذا ستخاطر معه اجتماعيا تحاول أن تصمحه ويحاول أن يفسدك يحصل مشكلة ثم تنعكس على الجانب التجاري وتفسر التجاري جميل جميل لكن الآن قلت في بالي أن ربما نحن نبدأ الدورة بالعكس يعني أول بداية أنت الشخص ترتاح له نفسيا تحسب التوافق ثم تبدأ معه في مشروع مشترك سواء كان تقاري أو معرفي أو رحلة أو أي شيء فربما كذا معظم الناس فبالتالي هنا هذا الطريقة الصحيحة التي تراها أنك تختبر الشخص أول شيء كذاتي بعد ذلك تبدأ في المشاريع هذا الطريقة الصحيح لكن الإشتارية هنا مختلف أول شيء أنه إذا الشخص مناسب في جهك أو في مجال لا بد يكون مناسب في الجميع وهذا خاطئ هذا واحد النقطة الأخرى النقطة الأخرى أنه هل نحن لدينا تصور أن العلاقات لا تبنى إلا لهذا السبب أنا أتكلم أنه أساس المرض الذي أنا أتكلم عنه غياب هذا التصور يعني لو تيجي مثلا تقول له أنت ليش تتعامل مع أفلال يقول لك أرتح له كلمة أرتاحه إلي هذه كلمة مطاطة غير مطاطة واضح نعم فلما تيجي الشخص يقول لك أنا مثلا أرتاح لهذا الشخص أو تقول له إيش يعني ترتاح ليقول لك ما أعرف والله أنا من رب العالمين كده هو الفكرة كلها بكل بساطة أنه في مجموعة قيم مجموعة أفكار مجموعة سلوكيات مجموعة عادات متشاركة بينه بين هذا الشخص ولكن هو ما دقق فيها يعني التدقيق هذا هي مسألة أشخاص معينين منظرين علماء كذا كذا يفصل في مثل هذه الأمور ولكن في الأساس من الأشخاص يأخذوا الأمور على مجملها دون التوقف يعني جميل جميل طيب أستاذي يعني داركتنا الحلقة على الانتهاء ربما فصلنا في المظاهر إذا تعطينا كذا الحلول ممتاز أول نقطة في الحلول أنه الشخص يكون واعي أنه شروط أي علاقة إنسانية هو موجود هو وجود مصلحة نفسية أين تكون هذه المصلحة فيجب أن يكون واعيا بهذه المصلحة في جميع علاقات يكون يعرف ما الذي يجعل العلاقة مع الزوجة مستمرة العلاقة مع الإبن مستمرة العلاقة مع البنت العلاقة مع المدير العلاقة مع الجار إلى آخره يعرف السبر بعد ذلك يحتاج إلى تعزيز هذه المساحة المشتركة وعدم تعميق وعدم التوسع في المساحات المختلفة لأنه إذا الإنسان كان لديه متوسط من 5 إلى 15 علاقة كثيفة في حياته وكانت هذه العلاقات فيها إيجابية أكثر من السلبية سيعيش بسلام داخلي سيعيش بصحة نفسية جيدة سيقل نفاقه وهذه مشكلة كبيرة عندنا ولكن النفاق هذا نتائج لهذه الأمراض النفاق ليس هو أصل النفاق هو نتيجة لأمراض تسبقه فالنفاق يأتي حينما لا تكون العلاقة معلومة المصالح النفسية فبالتالي يجب عليه أن يبتعد عن الأمور المختلف فيه طبعا نحن ذكرنا سابقا في الموضوع حق العلاقة الزوج بزوجته تمام أنه فيه ثلاثة مناطق فيه مناطق يتفق عليها وفيه مناطق متنازع عليها وفيه مناطق يمكن اتفاق عليها فيه العلاقات الزوجية بالذات علاقة الأب مع ابن الأم مع ابنت هذه الأشياء ما تأخذ نفس الطابعة العام في العلاقات بمعنى أنه نركز على المشركات ونبتعد عن الاختلافات ولكن تأخذ نعزز المشركات ونتعايش مع الاختلافات لأن الأم واحدة الزوجة واحدة الأب واحد وهكذا فهناك نوعنا الخصوصية لبعض العلاقات المخصوصة لأجل لا يكون كلامنا مختلط بين العلاقات العامة والعلاقات المخصوصة العلاقات المخصوصة فيها نوع من التنازل من الطرفين حتى لو كانت المصلحة النفسية يعني ما هي حاضرة بقوة هي حتكون حاضرة مية في المية لكن لو ما يحاضرة بقوة يجب أن يتنازل الطرف خلينا نقول على حسب الحال يعني مثلا إذا كانت العلاقة بين الإبن والأم يجب أن يتنازل الإبن إذا كانت العلاقة بين الأب والبنت يجب أن تتنازل البنت إذا كانت العلاقة بين الزوجين يجب أن يتنازل كل الزوجين ليش يتنازلوا عن ماذا؟ يتنازلوا عن النقاط المختلف فيهم ويعززوا من المشتركات كلما تم تعزيز المشتركات في العلاقات التي تم كشفها سابقاً أن العلاقة مبنية في الأساس على كذ ويتم التكلم فيها من الطرفين بشكل واضح وعلني يعني لا يتم مثلاً إيش يجو أشخاص متزوجين مثلاً لهم عشر سنوات وخمستعشر سنة هم ما هم عارفين إيش اللي مخلينهم خمستعشر سنة ما تكلموا مع بعض لو جاء الرجل قال لها أنت امرأة حافظة عرضي حافظة مالي لازم بيتك هذه الثلاثة الأشياء خلتني أجلس معك خمستعشر لو جاءت هي قلت له أنت رجل كريم ورجل كذا ورجل كذا هذه الثلاثة الأسباب خلتني أنا أكمل معك هو يعزز من نقاط قوة وهي تعزز من نقاط قوتها لأجل العلاقة تتبح أفضل لو جاءت تكلموا على الجانب السلبي إيش الشيء اللي ممكن يهدد حياتنا الزوجية كذا وكذا وكذا وهو يقول كذا وكذا وكذا إذن نبتعد عنها نقلل منها نحاول أن لا نتقاطع فيه وهكذا جميل جميل يعني هذا الحل جميل ونموذجي المصارحة لكن هو أيضا يقتل إلى تهيئة نفسية قبل ذلك وصول إلى حالة من المصارحة ووصول إلى حالة من الوعي بالمرض هي تهيئة الشخص أيضا طيب بس إحنا الآن لو تلاحظنا في الأول اتكلمنا على علاقات المسموم في الأخير إحنا قاعدين على علاقات الطبيعية ولكن العلاقات الطبيعية اللي فيها جاهل جاهل بطبيعية فنفرق بين الاثنين احنا ما نبغى مصارحة في العلاقات المسمومة في الغالب يكون الضرر أكبر لأنه من يلقي السم حينما يعرف أن الشخص الذي الضحية يعرف ما يفعل يعني يزداد غضبا ويبدأ يعني ترتفع عنده وطيرة الخداع والاستراتيجيات ويبدأ يمارس أفعال أسوأ نعم نعم واضح واضح أستاذي جميل والله يعني أنت اليوم الحلقة على القرح أنا أسميها لو من الصعوبة هذه الأمراض أن الشخص لا يحدث بها غيره يكتمها في نفسه ربما لماذا لأن الضغط الاجتماعي العادات والتقاليد خوفا من أن تسوء السمعة هكذا فأن يكون الحديث حول هذا الموضوع في مناطق حرقة حقيقة أن نحتاجها والوعي نحتاجه ويعني المواكهة أو مثل ما قلت أنت التحييد أفكار جدا جميلة شكرا لك أستاذي محمد وأنا أعتقد أن فكرة الأمراض العلاقات الاجتماعية كثيرة ولن تنتهي ولكن تبرس كذا ثلاث أشياء وإن شاء الله ننتقل إلى جانب آخر إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين مشاهدين الكرام كونوا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته